ينضم إلينا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل قائرة الإخبارية أهلا بك أحمد إذن اختراق جديد لحاجز الصوت في سماء صيدة اليوم في الجنوب اللبناني وأيضا تداعيات جديدة لعملية اغتيال قيادية بحركة فتح خليل المقدح ماذا لديك في هذا الشأن وأيضا ميدانيا حيث أنت؟ نعم تحياتي لك في البداية ربما نبدأ من آخر التطورات والتي حدثت في هذه الأثناء قبل دقائق معدودة أثناء هذه المدخلة حيث سمع دوي إطلاق صواريخ من هنا من القطاع الشرقي للجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية وفقا للأصوات التي سمعناها في هذه الأثناء أنها ربما صواريخ سقيلة أطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية متخمة للحدود اللبنانية الجنوبية لتكون هذه العملية ربما هي الثالثة عشر لحزب الله من الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم وحتى الآن حيث كانت هناك 12 عملية أو 12 عملية نفذ فيها حزب الله اللبناني العديد من الهجمات باستخدام الصواريخ الكاتيوشة أو الصواريخ الأخرى وأيضا المسيرات في مهاجمة مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والملاحظ أن هذه الصواريخ والمسيرات وصلت إلى عمق تجاوز 18 كيلو مترا من الحدود اللبنانية الجنوبية أنه عمق كبير في داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية وهي من أعنف وأكبر العمليات التي تنفس من الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات في الثامن من شهر أكتوبر الماضي هذه العمليات التي نفذها حزب الله جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية الكثيفة وربما غير المسبوقة أيضا على الجبهة الجنوبية اللبنانية على عدة محاول ربما المحور الأول هو استهداف مناطق بشكل واسع ربما مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية بمسافة تصل إلى 70 كيلو مترا وتحديدا في البقاع وقضاء بعلبك شرقية الدولة اللبنانية والتوسع في هذا الأمر على مدار اليومين الماضيين وأسفر ذلك العدوان الإسرائيلي عن مقتل شخص وإصابة 41 شخصا آخرين على مدار يومين في التطورات الأخرى أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل سياسة الاغتيالات المنتهجة بشكل كبير على مدار الأشهر الماضية ولكنها تكسفت بشكل أكبر منذ بداية الشهر الجاري هناك أكثر من 30 عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر أغسطس الجاري وحتى الآن آخر هذه الاغتيالات كانت عملية اغتيال في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وتحديدا في بلدة بيت لي في اليوم أصفر هذا الاستهداف عن مقتل شخص من عناصر حزب الله والعملية الثانية عملية الاغتيال التي طالت مسؤول رفيع المستوى في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وتم هذا الاستهداف في عمق أكبر أيضا في مدينة صيدة القريبة من العاصمة بيروت هي أقرب للعاصمة بيروت من الحدود اللبنانية الجنوبية التي نقف عليها الآن ربما المحور السالس هو استهداف المنازل فكان هناك قصف عنيف وكثيف لجيش الاحتلال الإسرائيلي سواء بالمدفعية أو بالغارات الجوية لعدد من المنازل والمناطق مثل الشايحين وكفر كلا وغيرها من البلدات التي وصلت أيضا إلى النقورة والوزاني البلدة التي تقع بالقرب من هذا المكان الذي نقف فيه الآن هذه القصف على بلدة الوزاني أصفر عن مقتل شخص سوري في هذه البلدة هو من المدنيين وغير تابع لأي من فصائل المقاومة في الجنوب اللبناني فذلك بالإضافة أيضا إلى كسر جدار الصوت أو خرق جدار الصوت في أجواء الجنوب اللبناني بشكل كامل وصولا من الحدود اللبنانية الجنوبية وصولا إلى مدينة صيدة وضوحية ووصولا أيضا إلى مناطق في جبل لبنان والعاصمة اللبنانية بيروت في توسع واسع لجاش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب النفسية ومحاولة إثارة الفزع والزعر في الشارع اللبناني كل هذه الأمور تنزر بمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة في إطار عمليات الرد أو عمليات ما يسمى بعمليات الرد على سواء تلك التي ينفذها حزب الله ردا على العمليات التي تنفذ منها الجنوب اللبناني أو العدوان الإسرائيلي المستمر والمتوسع على البلدات الجنوبية اللبنانية خلال الساعات الماضية نعم أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من الجنوب اللبناني شكرا جزيلا